السلام عليكم ورحمة الله واللهم صلى وسلم على رسول الله مرحبا بكم متتبعين قناة لاكي ومرحبا بكل الزوار جدد اليوم إن شاء الله غادي نديروا واحدة طابق بزاف مختلف وبزاف ابنين إن شاء الله تتبعوا لفديو الأخير بيش تكتشفوا أسرار هاد الوصفة لأنها غادي تتبرنا بلا ما وفي غربوع ساعة إن شاء الله تكون وجدت لكم أكلة شاهية جدا وغادي تكتشفوا واحدة الكاريتة صرت لي في الكوزينة نفوتوا هنا مباشرة أول شيء غادي نخدموا الروز هادنا الاروز غادي اليوم غادي نخدم باروز بسمتي لي ما عندهاش تخدم بالروز المفور هنا متواجد بزاف الجزائر للروز المفور هنا كما راكم تشوفوا جبت إناء رافيه الماء غادي نحط فيه الروز غادي نحط نايا غادي ندغي كاسة عروز كافي جدا للحشة التاعي أنا ولادي يعني هادي الكميات تكفي لحوالي أربع أشخاص هنا بديت كاسة عروز فقط هنا غادي نغسله هاكا ونخليه ينقع ولا غادي نشمخه مدة عشر دقائق حتى 15 دقيقة ليكون عندها الوقت كافي ديره 15 دقيقة وهو يتنفخ في هذا الماء نفوتوا مباشرة نحضروا قطع الدجاج هنا عندي قطع الدجاج لي بغيتو وكي ما بغيتو تقدرو تدوح تدجاجه كونبلي هنا هي القطع الدجاج خصلتها بالماء والخلولة بالماء والليم وهنا يارا نتقب فيها بالخدمة عفوا ندلها هاكا تقوب ولا شرخ هاكا في القطع الدجاج بتدخلي فيها تتبيلة غاية وطيب لي بنينة يعني نجيني منكها وهنا يا راني قرعت لها الجلدة كما راكم تشوفوا لا تبغي تخلي الجلدة ديرها بها بالجلدة تاحة يعني هنا مكانش حارج كل واحدة والدوق تاحة بعد هنا ليكمل القطع الدجاج تعين فوتوا مباشرة نخدموا تتبيلة اليوم قد تتبيلة مميزة جدا ونتمنىكم تبعوا الفيديو الاخر لخطوة فيه مهمة هنا غادي نحط حوالي 3 مغارف كبار تاحة زيت تاحة الرابعة على حسب قطع الدجاج هنا مغرف كبيرة تاحة الخل وغادي ندير عصرة تاحة نصف حبة عليمون الليم والخل غادي دير عامل يخليه ضريبا بزاف ومنكا وما تجينش ديك الصناتاع الدجاج جبت هنا ورقة عرند اللي هي ورقة غار يابسة غادي نفتتها نجيب هنا نصف ملعقة صغيرة من الفلفلة حمرة اللي هي البابريكا الحلوى نصف ملعقة صغيرة من الكوركم نصف ملعقة صغيرة من الحرور اللي هو الفلفل الاسود ونصف ملعقة صغيرة من سكنجبير او الزنجبيل المجفف هنا درت النصف ملعقة صغيرة من الكمون وغادي نزيد نتبلها بالملح لعدنا ملعقة صغيرة من الملح لازم نبنو الدجاج دعنا غاية بالملح هنا عندي نصف ملعقة صغيرة منه التوم البودرة اللي عندها التوم العادي دير عادي لدينا ملعقة صغيرة ممتلئة جيدا من البصل المجفف هنا تتبيل تنسر تحليوم درتكم ملعقة صغيرة ممتلئة جيدا من العسل اللي حصل غدي يعطيها واحدة تحمارة ويعطيها واحدة البنة رائعة وهنا عندي ملعقة صغيرة تانية توم هتستع القوطة اللي هي الطماطم المصبرة وهنا نخلطو كل المكونات مع بعضها هادى التتبيلات عطيتها لكم على حسب قطاع الدجاج كي تكونوا دايرين دجاجة كمبلة غادي تضعفوا المكونات هنا هادى الدجاج دايمن اللي قد زدو لهاديك الزعاترة باش تطعيه نكهة بنا خاصة درت هنايا حاول ملعقة صغيرة تانية تاع الزعاترة مجففة نبدأ هنايا ان مغينف الدجاج تاعي وندخل لهاديك التتبيل والتنقيعة جيدا في قاع اطراف هادى الدجاج هادى كافية جدا لهادى الدجاج اللي درناه هاكا غيب يدينا غادي نخدموه ونشربوه لها غاية هديك التتبيلة هنايا نحاولو ركزو على المناطق هديك و هادى كل الشوروخ اللي درناهم هادوك توقو بتدخلو فيهم غاية التتبيلة جبت هنا لا كوكوت غادي نحط فيها حاوي ملعقتين كبرتع الزيت ونضيف معاهم ملعقة صغيرة تاع زبدة اللي هي تاع الدهان غادي هنا يلي تبغي السمن دير سمن هنا نفوت هادى الزيت والدهان غادي نفوت غاية في الكوكوت تاعنا بشمتل السقناش ونحط اطراف تاع الدجاج ولا قطع الدجاج و هادى التتبيلة اللي بقاتلي في هادى التبصي و هادى اللي خدمنا فيها قاعد ندوها ونستخلصو كل خلاصة هاكا باش نكوها تبقى لي محافظة ويتشربها للدجاج الان هنايا بيدون قطرة ماء نبلا منزيدو لحتى حاجة غادي نبلا على كوكوت ونديرها على نار اللولا النار تكون قاوية حتى اللي تبدى تصفر لي الكوكوت كي تبدى تصفر غادي نديرو الساعة ونحسبو لها عشر دقائق يعني عشر دقائق مور اللي تصفر لي الكوكوت نقلعوا البوشون نطفو عليها النار نقلعوا البوشون وتمكينة نعاودو نحلو عليها بهادى الطريقة شوفو هنايا سايي طابت لي عشر دقائق طاب لي غاية شوفو شعلت لقلي الماء لا خطرش الدجاج فيه كمية كبيرة تعمى هنايا كيف تتلي عشر دقائق حلينا عليها قلبت هاتوك اطراف الدجاج سنعاود نبلا عليها حوالي خمس دقائق اخرى حتى اللي يتحمر لي غاية ويشرب لي غاية هاتيك داك الماء وداك التطبيلة اللي تلقها كي تشوفوها مشرب لكم شغولا وقعد لكم هاكا خلو حتى اللي يتشربها هنا فوتنا درتها فوق الغاز وفوت لهذاك الروز راني خسلته وشللته تحت الصنبور اللي هو السبالة وعاود حكيتها كبير دبشي هادك النيشاء الزايت تاعه قيع نقلعه هنا جبت كوكوت وحد اخرى حطت فيها ملعقة كبيرة تاع زبدة وغادي نحط فيها هادا الروز اللي شمخته هنا يالحادث الاسرالي اليوم داك تشوفوه معايا وانشالله الحمدولله ليخرج على خير هنا عندي العود تعقرفة صغير عندي قرنفل واحد وعندي لتوال ولا نجمة الارض عندي تاني غشوية منها درت هنا تتبيلت الملح تبلتها بشوية تاع الملح وشوية تاع فلفل اسود لازم ديروا الفلفل الابيضي دا توفر عندكم انا ما توفر ليش ونديرو حت شوية تاع الزافران وهنايا ملعقة كبيرة تاع بصل مجفف لما عندهاش بصل مجففة تدير حباب بصل متوسطة تبشرها ولا تربيها وتحطها معاها معا ملعقة صغيرة تاع طماطس تاع القوطة اللي هي طماطم مصابرة اضافة اللي هي الزبيب اللي مالح والحلو يجي بزاف بزاف ابنين جربوا الزبيب في الروز او ردولي قدرت هنا حوالي زجو مغارف حتا ثلاثة كبارت على الزبيب وهنا الكاريتة الي سراط لي كي جبت المغلي شوفوا اللي حاولوا ولقوه تقليبي اللي حطرتك يعني مزيه مطرتكش على وجهه ولا على يديه ولا قدر الله مش افاعل وهذا الحوادث قاع تصرعنا وقاعي الحمدلله على السلامة المهم هنا انا يرميت هذك الازداج ورميت كل هذك المكونات وراني نعاود معاكم يعني قاع من ضارة جديد هنا المهم هذو اللذاتة بدرناهم باش ما يوقع ليش نفس الحديث بغطون الكاس كان ناشف عندي مش شم شم مخولة ولا بارد هنا يدرت ملعقة خشب في كاس زوجاجي اخر اللي عبرت بيها الروزة نديرو كاس تاع روز مع زوشكيسان تاع المه مغلي زوشكيسان تاع المه مغلي هنا نخلط كل شي معا بعده هذك ملعقة الخشب كتديروها في الكاس هذيك تكون يعني تلقي عليكم باش ما يترتقلكمش الزوجاج نبلع على الكوكوت ونديرو لها البوشون تاع الكيكوتا نخلوها نحسبو لها عشر دقائق فقط فوق النار كي تبدت هذك البوشون يدور نحسبو لها عشر دقائق ونطفو النار هذي هي هنا يشوفو وقلعت له هذك القرنفل وقلعت له القرفة وقلعت له لاتوال جاني يفرز وعلى حبة وحده وطابلي ما شاء الله هذي الطريقة السريعة للارز عشر دقائق يكون واجد نخلو على جيها نجيبو هذك اطراف الدجاج شوفوك حالي تعليهم خليتهم تعصلوا وشربوا لي قاعدة تتبيلة وجاوني ما شاء الله هنا بديت ندريسي في الطبسي حطيت فيه كمية الارز شوفو مفرز رائع بنته خيالية يعني كديروا في هذك القرنفل وديروا في هذك المناكيهات والمناسمات يجي بزاف بزاف ابنين هنا نحط هذك اطراف الدجاج تعنا ونبعد ندوها شوية من هذك لاصوس تبقى لغي شوية تقعد خاطرة انو قاعدوا نسقوا فيها ونسقوا بها عفوا منكم هذك الدجاج ملفوغة باش يجيني هكاك يجيني يبري ويعطني شكل جمالي وايضا مايجيني شناشف واصلا من هذة التتبيلة مايجيكم شناشف يجيكم بزاف بزاف ابنين ومافيه لارح تدجاج ولا هذك الصنة اللي مش يمليحة ولا احنا عيادكم نوريه لكم في صحنة تقديم جاهز على بركة الله شوفوا معايا رائع جدا نتمكن قاعد جربوه وتستمتعوا بالمدى قتاعة وما تنسونيش بالدعاء الخالص وايضا اذا كنتم اول مرة تشاهدوني الاشتراك بالقناة بالضغط على المربع الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل ايقونة الجرس لتسلكم كل وصفاتي الجديدة باذن الله تعالى استودعكم الله واحبكم فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى وصفات مقبلة باذن الله تعالى